للجميع بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين متابعين الكرام حضورنا الكريم حيكم بتحية الاسلام الخالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله صباحكم بكل خير نحيكم من ميدان المرموم ومن تحفة ميادين السباقات ومن دانة الدنيا دبي ضمن انطلاقات تمهيدي المرموم لعام الفين واربع وعشرين في انطلاقات الحولي والزمول عاشري تمهيديات المرموم لسن الكبار ننطلق مع هذه الانطلاقات الصباحية مع هذه التحديات الرياضية الذي يحملها الميدان الذكي في هذه اللحظات تعلن انطلاقة ثالثي اشواطنا الذي خصص لازمول المحليات الاصائل شعارات ابناء القبائل الحاضرة في انطلاقات هذا اليوم اتقدم مع قنوات دبي ريسينج وعلى الهواي بثن مباشر تابع الصدارة هداد على المركز الاول راشد بن حمد بن مرزوق المحرمي من ينطلق في مقدمة هذا الشوط المركز الثاني المركز الثاني من الجانب الآخر المركز الثاني دمعان القادم لأتيج بن علي بن هزيم المسافري القادم على المركز الثاني ومزعل على المركز الثالث لطاهر بن عبدالله بن خالد البلوشي القادم على المركز الثالث النقلة الى المركز الرابع ويأتي هداد هداد القادم محمد بن مبارك بالرويسة الاكتبية على المركز الرابع خامس أنه تابع في هذه اللحظات شعر حمدان بن سعيد بن سالم يقدم مرشح القادم على المركز الخامس المركز السادس مياس للسعيد بن حمد الرز الشامسي وتابع المركز السابع في هذه اللحظات يتواجد مروح لمصبح بن سيب بن كاسب المسافري من يقدم مروح على المركز السابع ومشعل على المركز الثامن لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي القادم على ثامن المراكز النقلة الى المركز التاسع ويأتي امطلان قادم طلان محمد بن محمد بن عتيجة المهيري القادم مع مطلان على المركز التاسع وعاشرا يتواجد في هذه اللحظات فريح لمحمد بن سيف بن عبد الله بن عفر المطوع المنصوري القادم على المركز العاشر في هذه اللحظات هكذا هي النتيجة هكذا نتيجتنا واندانا الاول للعشر المراكز اللولة ما بعد انطلاقة مساري هذا الشوط لزمول المحليات اللصايل عودة مع الصدارة عودة مع البداية والمقدمة وتابع مزعل اللي يغير طاهر بن عبدالله بن خالد لبلوشي من يتابع ويقدم انطلاقة مزعل على المركز الاول المركز الثاني تراجع من هدات لراشد بن حمد بن مرزوق المحرمي القادم على المركز الثاني ثالثا دمعان دمعان القادم عتيج بن علي بن هزين بن محمد المسافري ومرشح على المركز الرابع يأتينا مرشح بشعار حمدان بن سعيد بن سالم لعويشي القادم على المركز الرابع والمركز الخامس المركز الخامس هذا هداد محمد بن مبارك بالرويس الكتبي نتابع المركز السادس الوصول من مياس القادم لسعيد بن حمد الرزي الشامسي بدأ ينطلق على ظهري مياس على المركز السادس نتابع سابعا مشعل القادم مشعل نواب بن نوح بن احمد لبلوشي القادم على المركز السابع ينطلق على المركز السابع في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقات نتابع الأسماء القادمة والواصلة في هذه اللحظة على المركز الثامن المركز الثامن المركز الثامن اسم جديد ينضم مع هذه الأسماء المنطلقة مشاهدين متابعين الكرام هذا انطلال لحمد بن محمد بن عتيد المهيري القادم على المركز الثامن وتاسع المراكز شعار بن كليب القادم في هذه اللحظات شعار عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب يقدم جبر القادم جبر والمنطلق والمركز العاشر يأتينا مروح لمصبح بن سيف بن كاسب المسافري هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المتقدمة مع هذه اللحظات ومع هذه الانطلاقات اقتربنا من منتصف الثمانية كيلو مترات المتبقي نفس المسافة أربع كيلو مترات مع أول انطلاقات الزمول المحليات الأصائل شوطنا الأول الرئيسي لمن من هذه الأسماء والشعارات القادمة في تحفة ميادين السباقات مزعي لازالة في قمة مساري هذا الشوط طاهر بن عبد الله بن خالد لبلوشي على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة يقدم مزعي على المركز الأول وياما قدم هذا الشعار في عالم الأصائل من الأسماء المتميزة المركز الثاني ومرشح القادمة حمدان بن سعيد بن سالم ياتي على المركز الثاني يقدم مرشح المركز الثالث هداد راشد بن حمد بن مرزوق المحرمي ينطلق على المركز الثالث ويقدم هداد المنهد في هذه اللحظة مع هذه الانطلاق على المركز الثالث رابعا مياسي القادمة سعيد بن حميد الرز الشامسي قادم على المركز الرابع مع المركز الرابع الخامس نتابع المركز الخامس اللي وصلنا في هذه اللحظة هداد القادم لمحمد بن مبارك في هذه اللحظة برويس الكتبي القادم مع انطلاقة هداد نقترب من كيلو الغابات والثلاثة كيلو مترات نتابع الأسماء الواصلة على المركز السادس هذا دمعان 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 القادم عتيج بن علي بن هزين بن محمد المسافرية من يقدم دمعان ومشعل القادم نواب بن نوح بن أحمد البلوشي وصل في هذه اللحظة مع مشعل والوصول من امطيلان لحمد بن محمد بن عتيج المهيري على المركز الثامن تاسعا يتسلل جبر لعبدالعزيز بن سيف بن كليب والمركز العاشر الضبي لعلي بن راشد بالضبيعة الاكتبي أهالي نزوى قادمين في هذه اللحظات على ظهر الضبي علي بن راشد بالضبيعة الاكتبي وأول ندال الضبي في المنعطف الأخير في مضمار المرموم في الثمانية كيلو مترات نعود للصدارة مع البداية والبداية دائما تحمل كل التحدي والإثارة في الكادر العلوي على قنوات دبي ريسنج الحاضرة على أرضية هذا الميدان نقل هذه الأحداث نقل هذه الأجواء الرياضية من المرموم عودة إلى شعار إلى شعار طاهر على المركز الأول طاهر بن عبدالله بن خالد البلوشي مع مزعل على المركز الأول أحد الشعارات القادمة من السلطنة أحد الشعارات الممثلة دائما للسلطنة لشقاء القادمين والمشاركين وبالذات من بدي قادمة الله اثنين كيلو متر المتبقية عن خط النهاية يا رعي لهب على المركز الأول المركز الثاني المركز الثاني وتابع المركز الثاني هداد راشد بن حمد بن مرزوق المحرمي وبالضبيعة والضبي علي بن راشد بالضبيعة فالكتبي ومرشح حمدان بن سعيد بن سالم يا السلام قادم مع مرشح وأول ندى لمزعل محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد وصل في هذه اللحظات مع هذه الأسماء القادمة هو المرشعة في مساري هذا الشوت يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام ولكن بعود إلى الصدارة إلى المقدمة البداية هنا على المركز الأول مع مزعل على المركز الأول مزعل على الصدارة مزعل على المقدمة وعلى المركز الأول طهر بن عبد الله بن خالد البلوشي في قيادته أبو عبد الله وين حدر من سلالة هملولية هملولية الله يا أبو عبد الله من يتابع هذا اللي اسم على المركز الأول المركز الثاني المركز الثاني الضبي قادم علي بن راشد بالضبيعة من يقدم الضبي ومزعل حمد بن أحمد بن محمد بن سعيد قادم على المركز الثالث وشعال المحرمي واصل على المركز الرابع وكذلك الوصول من مرشح حمدان بن سعيد بن سالم القادم مع مرشع المركز الخامس ولكن بعود إلى الصدارة إلى المقدمة ما شاء الله المخصورة الرئيسية تقترب من هذا العملاق الثمانمائة متر الأخير أول أشواط المحليات أول انطلاقات الزمول المحليات الأصائل لا زال مزعل على المركز الأول مزعل على الصدارة والعصافة الإبطادة بدون يوامر ولا تعليمات وصل على المركز الثاني بدأ التهديد من مزعل محمد بن أحمد وصل الضبي لعلي بن راشد بالضبيعة ومرشع حمدان حمدان بن سعيد بن سالم ومشوش العلي بن سالم بن حمد بن سريم أول ندال المشوش على المركز الخامس اللمتار الأخيرة مرشع مرشع في اللحظة الأخيرة مرشع بدأ يتسلل بدأ يتقدم حمدان حمدان بن سعيد بن سالم من ينطلق على المركز الأول يقدم مرشع على الصدارة والمقدمة سلام ند الشبه سلام سلام ند الشبه سلام تهانين والناموس لحمدان بن سعيد بن سالم على فوز على فوز مرشع بالمركز الأول خاطفاً أول يا شواط الزموء للمحليات الأصائل المركز الثاني مزعل لمحمد بن أحمد المركز الثالث مشوش العلي بن سالم بن حمد بن سليم المركز الرابع المركز الرابع الضبيل العلي براهج بالضبيعة الكتب والمركز الخامس وصل مزعل لطهر بن عبد الله لبلوشي هكذا هي النتيجة طنعشر دقيقة وتسعة وخمسين خمسة جزاء من الثانية وتوقيت مرشيح لحمدان بن سعيد بن سالم والسلام يتجه من المرموم إلى ند الشبه ثلاثة عشر دقيقة أربع جزاء من الثانية اللي وصلنا على المركز الثاني مزعل محمد بن أحمد المركز الثالث نتابع شعار الضبي ثلاثة عشر دقيقة وثانية وثلاثة جزاء من الثانية الضبي لعلي بن راشد بالضبيعة لكتبيت هانين والناموس للجميع محمد محمد